اشتركوا في القناة تايلاندية من مستويات متقدمة في شتى المجالات معربا سموه عن شكره وتقديره لمظاهر الحفاوة والترحاب التي صاحبت زيارة سموه الأخيرة إلى مملكة تايلاند الصديقة والتي عكست عمق علاقات الصداقة والتقارب بين البلدين فيما نقل السفير التايلاندي إلى سموه تحياتي وتقدير معالي السيد برايتشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنياته إلى مملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم معربا عن تقدير بلاده لجهود سموه في تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وإسهامات ودعم سموه لتعزيز التعاون الخليجي التايلاندي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعمه لكافة المساعي والجهود الهادفة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين والنهوض بمستويات التبادل التجاري والاستثماري بينهما عبر فتح مجالات جديدة للتعاون وتشجيع القطع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين الصديقين وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وما تتسم به من نموذج للشراكة القائمة على التفاهم والتنسيق والاحترام المتبادل وروح المودة والتقارب السائد بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين من جهته أعرب سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون البحريني لتايلاندي مشيدا بزيارة سموه الأخيرة إلى تايلاند وما حققته من نتائج طيبة على صعيد تنمية التقارب والتواصل بين البلدين في كل ما يخدم مصالحهما المشتركة كما أشاد بإسهامات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودور سموه المحوري في ترسيخ أواصر الصداقة بين مملكة تايلاند ومملكة البحرين وأكدا تطلع بلاده الدائم لتطوير علاقاتها المشتركة مع مملكة البحرين في مختلف القطاعات